أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالنتائج الإيجابية للمشاركة الرئيس السيسي في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وترأسه لوفد مصر خلال فعاليات القمة الأمر الذي يعزز دور مصر المحوري في المحيط الإقليمي وخلال اجتماع الحكومة الإسبوعية تطرق رئيس الوزراء إلى ملف دعم الصناعة حيث أكد أنه يتابع بشكل دوري خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة كما أشار مدبولي إلى أن هذه الفترة تشهد عقد عدة اجتماعات من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك خاصة السلع الاستراتيجية والاستراتيجية وأكد رئيس الوزراء على بدء عمل المنافذ والشوادر التي تبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين اعتبارا من مطلع يناير المقبل على أن يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات المؤهلة اشتركوا في القناة